في بعض الصور نحن نظهرها عندنا عن الستار الكعبة في صورة واحدة لفت نظري انت اخترتها بيض واسود منظر جميل بس أنا ما قدر أشوف طبعاً هتظهر على الشاشة بس أنا ما قدر أشوف هل كان الهوى يحركها هل كان لحظة نزول الستار لا 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 هذه قبل تغيير الستارة بليلة الكسوة محاكة في أطرافها حول الكعبة ولكن الضمادة اللي ماسكة الكسوة كل وجه من وجه الكعبة له كسوة ثم تخيط الكسوة باللي جنبها ولكن الضمادة اللي تمسكهم هي الصمديات هي جزء مذهب من الكسوة في صورة الصمد قل هو الله أحد هذه هي الضمادة قبل يوم عرفة يقوم القائمين على على الكسوة بإزالة هذه الضمادات لتسهيل عملية تغيير الكسوة اليوم الثاني في هذه السنة أزيلت الضمادات واستمرت الكسوة تشوفها تقدر تعرف باب الكعبة إذا ما كان عليه كسوة الباب المذهبة هذا معناها اليوم اللي قبل عرفة لأنها تأخذ وقت فيلي يعجلوا من من عملية التغيير في يوم عرفة يزيلوها قبلها بيوم الله سبحانه وتعالى أرسل رياح هبت وما كانت الكسوة متماسكة كما هي على مدار السنة والله بيته هو أدر فيها فبالتالي تحللت تفككت الخيوط اللي جامع للكسوة وبدأت تتطاير مع الرياح والحمد لله أنا كنت قدام الكعبة بكاميراتي ليش أبيض وأسود أنا أعتقد التاريخ هذه صورة تاريخية تاريخ التصوير كتب بالأبيض والأسود ولم يكتب بالألوان الألوان شي حديث الأبيض والأسود هذه كمان عملية تقنية الألوان مع الزمن قد تذوب بناء على جودة الطباعة وتعرضها للإضاءة الأبيض والأسود يعيش مدة أطول الآن مثبت أنه عاش أكثر من 120 سنة في بعض التكنيكس والتباعة الآن يمكن تعيش أكثر الشي الثالث أنه بالألوان كان الغبار أوضح بالأبيض وأسود حيد الغبار فأجبرك على يجبر المشاهد أنه يرى الصورة بعنصر واحد أقل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا